اشتركوا في القناة هي الطفليات التي ممكن أن تصيب الجهاز الهضمي للطفل وحتى عند البالغ ولكن الأطفال هم الأكثر عرضة لتواجد الديدان في جهازهم الهضمي أعراض هذه الديدان هو إسهال، سوء التنفس، ألم المعدة، صداع في الرأس، السوداد رهيب تحت العين، شحوب، نقص رهيب في الوزن، الهزل، الجوع المتكرر، الحك الشديد حول المنطقة الشرجية والإفرازات المهبلية عند البنات الصغيرات هنا في سنة طفولة ويكون عندهم إفرازات مهبلية التهيوج، الأرق، قلة النوم، العطش الشديد اليوم حذرت لكم علاجات منزلية من المطبخ، يمكنكم علاج الديدان بها والقضاء عليه نهائيا، هو وبيوضه لن أخذ حبة بصل، البصل العادي، الخشن هذا، وطبعا استعماله يكون فوري لأن البصل يتأكسد قوم بتقشير حبة بصل وأبشورها بشر ناعم، وقوم بتصفيتها، وهذاك السائل اللي تحصل عليه عصير البصل استعمله فورا له خصائص مذهلة في قتل البكتيريا وقتل الديدان في الجهاز الهضمي نقوم ببشرها حتى نتحصل على مبشور البصل مجرد أن تعصروه تتطبيقون الوصفة، لأنه يتأكسد ويفقد الفوائد اضحقنا، اشتريها من الصيدة ليتكون معكمة، واسحب العصير فيها نأخذ أيضا مناديل ورقية، إجاء لطفلك ينام على بطنه وعلى وضعية السجود أو الركوع، ويكون مسنود على رقبتيه ويديه كأنك راح تضعيله تحميله، يعني الشميعات أدخل رأس هذه الحقنة في فتحة الشرج، واذغطي هكذا حتى يدخل العصير البصل كله داخل فتحة الشرج الطفل، ويتتشربها تماما، تدخل كأنك وضعت له تحميله بهذه الطريقة وفي نفس الوقت تقوم بوضع مناديل ورقية على الجوانب لكي لا يتدفق العصير إلى الخارج، ليبقى يسيل إلى داخل فتحة شرج الطفل، ويتغلغل تماما في المعي الغاليض، ويبقى الطفل على وضعية النوم لا يقف استمر هكذا حتى تنتهي تماما منها، ويبقى طفلك على وضعية النوم، يعني آخر شيء استعمله قبل النوم، وينام مباشرة لا يتحرك، لكي لا يتسرب المحلول إلى الخارج، لكي يهاجم هذا العصير تلك الديدان وبيوضها، ويعالجها تماما، يقضع لها يقتلها تماما هذا العلاج استعمله له في يوم الخميس في الليل، لكي في الصباح يعني رائحة البصل لا تبقى في ملابسه، لا تبقى عالقة، قوم بتحميم طفلك وتغيير ملابسه جميعا طريقة هذه يعني ستسهل عليك الأمر، أولا تبقى رائحة لاسقة وعالقة في ملابسه الداخلية إذا ذهب إلى المدرسة، من الأفضل أن تستعمل في نهاية الأسبوع، وتستعمل مرة واحدة فقط في الأسبوع مثلا، استعملتها هذا الأسبوع وصفة البصل، استعمل الأسبوع القادم، الوصفة الموالية، استعمل صفص من الثوم، يكون شكله على شكل تحميلها، تهل إدخالها في فتحة الشرج، لتكون طولية لا تؤذي الضفل قم بتغشيرها، ونحتاج إلى زيت الزيتون، إذا كانت عندك البكر يا حبظة، وإذا لم تتواجد عندك زيت الزيتون البكر، استعملي زيت الزيتون الموجودة عندك أمسكي سنة الثوم هذه نقوم بتفقيسها بالسكين، هكذا، على أربع نواحي، وأقليبيها، تفقيسها على الناحية الثانية بهالطريقة، نقوم بشرطيها، يعني تجرحيها بالموس، ولا تقطعيها هكذا، على أربع نواحي، وتوضع في زيت الزيتون، وتركيها لمدة 24 ساعة، مثلا ضعيها يوم الأربعاء، ويوم الخميس في الليل، استعملها لطفلك تبقى 24 ساعة، وهي تتشرب زيت الزيتون، ويكون الحرقان ثم مخففة على فتحة الشرج عند طفلك، ضعي له هذا التحميلة كذلك قبل النوم، ادخليها في فتحة الشرج، وينم الطفل مباشرة وفي الصباح سوف تخرج هذه لن تذوب، لأنها ليست تحميلة حقيقية، لكن فوائدها وعصارتها رح تتشربها الأمعاء الغليظة، ورح تقتلك هذه الددان وبيوضها وتقضي عليها نهائيا الطريقة الثالثة، إذا يتحمل طفلك شرب عصير البصل، ولو مرة في الأسبوع، رح تقضيله على تواجد هذه الددان من بداية الجهاز الهضمي إلى نهايته هذا الوصفة صالحة للكبار كذلك، ضروري كذلك الأخذ بالأسباب والقضاء عليها أخواتي بعد غسل ملابس الأطفال، دائماً قوموا بكيها بالمكوات، يعني قوموا احددوها بالحديد، اكووها مراقبة أكل الطفل ومنعه من تناول الأطعمة خارج المنزل، لأنها قد تكون ملوثة العدوى سريعة، خصوصاً في الروضة والحضانة عرضوا الأفرشة لأشعة الشمس، يجب أن تحمي طفلك من العدوى إذا عالجتي وارتح وإذا لم تأخذي بالأسباب وتكافحي العدوى بالطريقة اللي وصيتكم معلها راح تعاود ترجع العدوى للطفل نصحتي، اهتموا بغذاء الطفل وأفرشته وكي ملابسه الداخلية نشكركم أخواتي على الدعم، نشكركم على التواجد الجميل في قناتي وما تنسوش تشتركوا في قناتي الثانية Everything with Heba واتبعوني على الإنستغرام والصفحتي على الفيسبوك وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم نشكركم بزف بزف وإلى اللقاء